بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان درس النهايات للسنة الثانية والثالثة ثانوي لجميع الشعب يعني شعبة علوم تجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة سير واقتصاد وشعبة أداب وفلسفة أداب ولغات أجنبية لأنه هذا أول مبادئ حساب النهايات وحالات عدم أتين إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن ننطلق أبنائي في العنصر الأول الذي هو يحمل عنوان بعض نهايات الدوال المرجعية إذن عندنا النهاية المعروفة اللي هي إذا قلنا limit ماذا x لما x يؤول إلى زائد مال نهاية إنها كم إنها زائد مال نهاية أما إذا سبقت هنا أكيد بناقص فتصبح لنا هنا ناقص مال نهاية عندنا كذلك نهاية أخرى التي هي limit ماذا limit x لما x يؤول إلى ناقص مال نهاية أكيد إنها ناقص مال نهاية وعندنا كذلك limit إذا أتينا إلى جذر ماذا x لما x هنا يؤول إلى زائد مال نهاية تصبح لنا زائد مال نهاية يقول أحدكم وهل يمكن أن نقول x يؤول إلى ناقص مال لا يدأ أبنائي لأن هذه المرجعي الذي يدل الجذر جذر x معروفة معرفة من الصفر إلى زائد مال نهاية وعندنا كذلك إذا قلنا limit x مربع لما x يؤول إلى زائد مال نهاية أكيد تعطي لكم زائد مال نهاية أما إذا سبقت هنا أكيد بنقص سبح لكم ناقص مال نهاية وعندنا نفس الشيء limit x مربع لما x يؤول إلى ناقص مال نهاية تصبح لنا كام تصبح لنا زائد مال نهاية لماذا؟ لأن كأنما هنا بالداخل تعوذ بناقص مال نهاية مربع تصبح لكم زائد مال نهاية أما إذا سبقت كذلك هنا بنقص فتصبح لكم هنا ناقص مال نهاية لماذا أبنائي لأن هنا تعطي لكم زائد مال نهاية والناقص إذا وجد هنا تصبح لكم ناقص مال نهاية فمجيدا عندنا كذلك النهاية الأخرى اللي هي limit x مو كعب لما ال x يؤول إلى زائد مال نهاية أكيد تعطي لكم زائد مال لماذا لأن إذا أردنا هنا تصبح لنا زائد مال في زائد مال في زائد مال تعطي لنا زائد مال نهاية أما عندنا limit كذلك limit x مو كعب لما ال x يؤول إلى ناقص مال نهاية تصبح لكم ناقص مال نهاية هذا معروف وعندنا كذلك النهاية الأخرى إذا قلنا limit 1 على x لما x يقول إلى ماذا؟ إلى ناقص مال نهاية فهذه تعطي لنا صفر وعندنا كذلك limit 1 على x لما x يقول إلى زائد مال نهاية معناه هنا كأنما نقول 1 على مال نهاية وعندنا كذلك limit 1 على x لما x يقول إلى الصفر بقيم أقل هذه معروفة أنها ناقص مال نهاية وعندنا كذلك limit 1 على x لما x يقول إلى الصفر بقيم أكبر تصبح لنا زائد مال نهاية هذه ما هي إلا ماذا؟ نهايات الدوال المرجعية المعروفة بعد هذا أبنائي نتطرق الآن إلى أشياء أخرى إذن لاحظوا جيداً نتحدث الآن إلى العنصر الثاني التي يحمل عنوان العمليات على النهاية عندنا أف و ج دلتان عندنا أ يمثل عدد حقيقي أو ماذا؟ أو زائد مال نهاية أو ناقص مال نهاية قال أولاً نهاية مجموع دلتين أل و أل فتحة عددان ماذا؟ حقيقياً ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أبني حتى تتعلموا إليكم هذا الجدول الذي سوف نملأه عندنا limit F لإكس لما إكس يؤول إلى ماذا؟ إلى A لاحظوا جيداً تكون إما L أو L أو L أو زائد مال نهاية أو زائد مال نهاية أو ناقص مال نهاية و عندنا limit G لإكس لما إكس يؤول إلى A عندنا إما تعطي لنا L فتحة أو زائد مال نهاية أو ناقص مال نهاية أو زائد مال نهاية أو ناقص مال نهاية أو ناقص مال نهاية سوف نأتي الآن إلى المجموع ما معنى؟ معنى limit f لx زائد g لx لما x يقول إلى a إذن عندنا معنى صبح لنا نهاية الأولى زائد نهاية الثانية معنى تعطي لنا l زائد l فتحة بعدها عندنا كذلك l زائد ماذا؟ زائد مالة نهاية ماذا يعطي لنا؟ أكيد يعطي لنا زائد مالة نهاية لأن المالة نهاية عدد غير منتهي لهو عدد حتى إنه عددنا غير حقيقي لهذا المجال عند الزائد مالة نقص مالة كيف يكون؟ يكون مفتوح لهذا أرجوكم أنتبهوا عندنا كذلك إذا قلنا الآن l يعني ما زلنا دائما نهاية الأولى f زائد مع g نجمع النهايتين تصبح لنا l مع ناقص مالة نهاية ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص مالة نهاية إذا جمع عدد مع المالة نهاية ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا مالة نهاية ثم إذن عندنا كذلك نهاية الأولى هي زائد مالا نهاية مع الثانية زائد مالا نهاية الزائد مالا نهاية والجمع بينهم تعطي لنا زائد مالا نهاية ليس حالة دم التعيين عندنا الآن زاء الأولى عندها زائد مالا نهاية والثانية ناقص مالا نهاية الكثير يقول سفر لا يا أبناء لأن المالا نهاية لا نعرف قيمتها إذن هذه تسمى حالة عدم التعيين يقول أحدكم يا أستاذ وما هي حالة دم التعيين هذا دمتعين سوف أذكرها لكم هي زائد مال نهاية مع ناقص مال نهاية ليس في إنما الجمعة وعندنا ماذا وعندنا صفر في مال نهاية تذكروا وعندنا صفر على صفر وعندنا مال نهاية على مال نهاية يعني لا يهم زائد مال نهاية أو ناقص مال إذن تذكروا المبرمجة على نهاية أربع حالات نكمل الآن عندنا ناقص الأولى عندنا ناقص مال نهاية والثانية عندنا ناقص مال ليس زائد ما نهاية إنما جمع بينهما الناقص والناقص يبقى لنا ناقص ما لا نهاية أرجو قد فهمتم الآن الفكرة إذن جمع جمع نهايتين لدلتين إذا كانت الأولى آل والثانية الفتحة معنا مثلا الأولى خمسة والأخرى مثلا ستة تعطينا هنا إحدى عشر أما إذا كانت نهاية الأولى مثلا خمسة والأخرى زائد ما تبقى لنا زائد ما لا نهاية أما إذا كانت الأولى خمسة والأخرى ناقص ما تبقى لنا ناقص ما لا نهاية أما إذا كانت نهاية الأولى زائد ما لنهاية والثانية زائد تبقى لنا زائد ما لنهاية هذا فيما يخص المجموع ثم عندنا زائد ما لنهاية مع ناقص ما لنهاية هذه تذكرها إنها حالة ذم تعين أما ناقص ما لنهاية مع ناقص ما لنهاية ليس زائد ما إنما الجمع بينهم كمثلها مثل هكذا حتى تتفهم ناقص خمسة وناقص خمسة ماذا تعطينا؟ تعطينا ناقص عشرة حتى تتفهم لكن بما أن الأم متعلق بالملانية فالملانية لا يمكن أن نقول مرة من ملانية نقول ناقص ملانية فقط بعدها سوف نأتي بعدما أنهينا مع الجزء اللي هذا هو مجموعة دلتين نهاية مجموعة دلتين نأتي الآن إلى الجزء الآخر الجزء الآخر أبناء الذي يحمل عنوان نهاية جداء دلتين عندنا L و L فتحة عددان حقيا الآن إذا كان عندنا limit F لX لما X يولي لا وعندنا limit G لX لما X يولي لا عندنا limit F لX في G لX لما X يولي لا إذن نهاية الأولى تعطينا في نهاية ثانية لأن بينهم في فتعطينا هنا L في ماذا في L فتحة مثلا الأولى إثنان والثانية ثلاثة تعطينا ستة الآن إذا كان عندنا نهاية الأولى هي L وهذا L موجب إذن الأولى آل والثانية زائد مالا نهاية الجمع يصبح لنا آل في مالا نهاية تصبح لنا ليس الضرب أرجوكم تعطي لنا ماذا تعطي لنا زائد مالا نهاية ثم إذا كان آل هذا ما زال آل هنا موجب ونهاية الدالة ج هي ناقص مالا نهاية تصبح لنا آل في مالا نهاية تصبح لنا ماذا ناقص مالا نهاية إذن عدد في المالا نهاية تبقى هي المالا نهاية معه إلا الصفر ذكرناه أن الصفر في مالا نهاية هذه وهي حالة عدم التعيين. لهذا تذكروا حالة عدم التعيين يا أبنائي جيدا لأن الصفوة تصادفها في 80 قادما عندنا إذا كان الآن الآل سالبا والثانية نهايتها الزائد المالانية العدد إذا الضغط الإشارة تغير من قيمة المالانية من إشارة المالانية تصبح لنا هذا السالب السالب في الموجب ماذا يعطي لنا سالب تصبح لنا هنا ناقص مالانية مثلا إذا كانت عندنا ناقص مالانية النهاية الأولى والثانية هي زائد مالانية فهذه تعطي لنا ماذا تعطي لنا ناقص مالانية حتى تتفهم بالرغم أن المالانية لا تعوض لكن لتقريب المعطيات المعلومات فقط الآن إذا كانت الأولى نهايتها الآل سالب والثانية ناقص مالانية السالب في السالب أكيد يعطي لنا زائد مالانية عندنا الآن إذا كانت نهاية الأولى زائد مالانية والثانية زائد مالانية جدائهم ماذا يعطي لنا زائد مالانية إذا كان الثاني الأولى نهايتها زائد مالا نهاية والثانية ناقص مالا نهاية ضربهم ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص مالا نهاية إذا كان قلنا الجمع يحالة دمتعين ذكرناها أما الضرب لا يوجد حالة دمتعين الآن إذا كان الأولى ناقص مالا نهاية والثانية ناقص مالا نهاية الضرب بينهم ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا زائد مالا نهاية الآن إذا كانت الأولى صفر نهايتها والثانية زائد مالا نهاية قلنا الصفر في المال نهاية ماذا هو؟ إنها حالة عدم التعيين كذلك هنا الصفر في الناقص مال نهاية كما هو إلا حالة عدم التعيين حتى تفهموا جيدا إذن حالة هذا التعيين تذكروا التي سادفناها في الحالة الأولى هي ماذا؟ هي الزائد مال نهاية مع ناقص مال نهاية والثانية هي الصفر في المال نهايان الصفر في المال نهايان يعني في الزائد المال نهايان أو النقص من هذه تذكرها يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذه الحالة نأتي الآن إلى الحالة الأخيرة اللي هي نهاية حاصلة قسم الدلتين عندنا كذلك L و L فتحة عددان حقيان حيث L فتحة يختلف عن الصفر لماذا؟ لأن عندنا القسمة عندنا Limit F ل X لما X يول إلى A وعندنا Limit G ل X لما X يول إلى A الآن عندنا Limit F ل X على G ل X لما X يول إلى A يعني نهاية كما نعلم نهاية كسر حتى نفهم جيدا أو قسمة إذا كانت عندنا الأولى نهايتها L والثانية L فتحة فإن ماذا تعطيها النهاية؟ هي L على L فتحة مع قلنا أن L فتحة لا يساوي الصفر لأنه كسر والمقام يجب أن يختلف عن الصفر الآن إذا كانت عندنا نهاية الأولى هي L يعني عدد مثل خمسة على مال نهاية العدد على المال نهاية لا جدال إنها صفر ثم عندنا كذلك هنا هكذا حتى تتفهموا يعني كأنما نضع هكذا كسرة لاحظوا جيدا هكذا أننا نحن نتحدث مع الكسرة معنى كأنما نقول L على ناقص مال لتقريب المعطيات فقط الناقص إذن ماذا يعطي لنا هذا؟ أكيد سوف يقال على المال نهاية يعطينا الصفر لأن أي عدد على المال نهاية يعطينا الصفر عندنا كذلك هنا زائد مال نهاية على العدد لكن هذا العدد كيف هو؟ موجب تبقى لنا زائد مال نهاية إذن عدد على المال نهاية على عدد والعدد تبقى زائد مالا نهاية الآن إذا كانت المالا نهاية على عدد لكن العدد كيف هو سالب كأنما الزائد في النقص بحلنا ناقص مالا نهاية تذكروا هذا إذن المالا نهاية على العدد السالب يغير إشارتها وصبح لنا ناقص مالا نهاية ثم عندنا ناقص مالا نهاية على آل فتحة لكن الآل فتحة مجب إذن تبقى لنا ناقص مالا نهاية الآن إذا كانت عندنا ناقص مالا نهاية على عدد لكن لكن العدد ساليب كأن من ناقص على الناقص محن زائد مال نهاية ثم عندنا الصفر على الصفر قلنا الصفر على الصفر إنها حالة عدم التعيين وعندنا الآن مال نهاية على الزائد مال نهاية على الزائد مال نهاية قلنا هي حالة عدم التعيين لماذا؟ لأن المال نهاية لا نعرف قيمة تحتها لأن يقول أحدكم لماذا يا أستاذ المال نهاية على المال نهاية أليس هي الواحد؟ لا يا أبنائي لماذا ليس الواحد؟ لأن المال نهاية لا نعرف قيمته وهو عدد غير حقيقي لهذا المجال عنده مفتوح عندنا الآن الناقص الزائد مال نهاية مع الناقص مال نهاية بما أنه مال نهاية على مال نهاية كذلك هي حالة عدم التعيين وعندنا الناقص مال نهاية على الزائد مال نهاية كذلك هي حالة عدم التعيين وعندنا الناقص مال نهاية على الناقص مال نهاية كذلك هي حالة عدم التعيين لاحظتم؟ إذن حالة عدم تعين الذي سوف نلخصها الآن كليا قلنا هي الزائد مال نهاية مع ناقص مال نهاية الجمع بينهم أو ناقص مال نهاية مع زائد مال نهاية أن الجمع عملية تبديلية إذن هذه حالة عمتين وعندنا ماذا؟ وعندنا الصفر في المال نهاية إما زائد مال نهاية أو ناقص مال نهاية وعندنا ماذا؟ وعندنا الصفر على الصفر حالة عدم تعين ها هي أمامكم وعندنا المال نهاية على المال نهاية كذلك لا يهم الزائد أو الناقص مال نهاية يا أبنائي إذن تذكروا هذه أبنائي فقط حوثة هذه عموميات على الدوال وفي الأخير أبنائي وبنات العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته